السادة المشاهدين أن الشركة النشأة بعد ما تطلع بفكرة جديدة قائمة على نوع من أنواع التكنولوجيا سواء الزكاء الاصطناعي سواء التكنولوجيا العادية موبايل أبليكيشن أي فكرة جديدة بتحتاج مستثمرين يدخلوا يضخوا فيها فلوس عشان الفكرة دي تكبر ونقدر نستفاد من بعد كده أن الشركة دي تخلق فرص عمل وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتكون سبب في تنمية اقتصادية حقيقية تحصل المستثمرين بيقبلوا جدا على الشركات المصرية لأنه الثابتة طبعا أن الأفكار اللي بتطلع من عند الشباب المصري أفكار مدروسة قابلة للتنفيذ لأنه برضو الشركة النشأة بتبقى شركة فكرتها خارج الصندوق يعني برضو عشان أقرب على الشرح اللي حضرتك قلته من شوية حين طول عمرنا بننتقل بالعربيات بالتاكسي بالباص بأي وسيلة لكن فكرة أن أنا أدخل التكنولوجيا وخلي في حاجة اسمها كريم وقوبر أن أنا أطلب فكرة العربية تجيلي لغاية البيت عن طريق موبايل أبليكيشن وأحاسب بالموبايل أبليكيشن وأنهي الرحلة وأكمل الرحلة كل الأوبشنز المداحة دي دي عبارة عن ستارتاب ده شركة نشأة جديدة مستخدمة يعني خدمة من الخدمات اللي الناس ببقى محتاجاها ودخلت عليها التكنولوجيا عشان تخليها أحدث الاستثمار في الشركات النشأة مهم جدا لأنه هو اللي بيحدث تمامها حقيقيا الشركة النشأة كل ما تكبر وكل ما رسمها بيكبر كل ما بتخلق فرص عمل أكتر وكل ما بتكون مؤثرة في التنمية الاقتصادية بشكل أكبر زي ما قلت لحضرتك أهر إحسائيات طلع مصر مصنفها الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار